بعد ذلك صادقة المجلس على مشروع مرسوم جوز 17740 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي تقدم بيسيد وزير الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون 47.0 تسعود المتعلق بالنجاعة الطاقية وذلك من أجل وضع نظام للافتحاص الطاقي الدوري ترشيدا للاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر السهلة كلاها في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني